اكد سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ان الانجازات التي حققتها الوزارة خلال الاعوام الماضية الاخيرة وتحديدا هذا العام تشكل حافزا قويا ودفعة للوزارة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق ما تصب إليه الوزارة بخطا ثابتة وقادرة على مواجهة تطلعات هذه المرحلة المقبلة بالحفاظ على مستوى الانجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدة واشهد وزير الاسكان بالجهود التي يبذلها موظفو الوزارة والتي كان لها الاثر البالغ في سرعة انجاز المشاريع الاسكانية بالجودة المطلوبة وفق الجدول الزمنية المخططة له والتي أسهمت في نجاح تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 6200 وحدة سكنية على مرحلتين وذكرت وزارة الاسكان ان عدد الحالات التي تم اعفاؤها من سداد التمويل بسبب الوفاء بلغت 117 حالة خلال العام 2016 بقيمة اجمالية بلغت مليوني دينار وذلك وفقا لمعايير الاعفاء في الوزارة واستنادا لموارد في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الاسكان واستعرضت الوزارة المشاريع الاسكانية المنجزة وقيد التنفيذ على المستوى المملكة منذ العام الماضي حتى الوقت الراهن لتشمل المشاريع المنجزة حوالي 30 مشروعا بمختلف محافظات المملكة أما بالنسبة للمشاريع قيد الانجاز بإجمال 16 ألف وحدة في حين أتاحت المعايير الاسكانية الجديدة لشرائح أوسعة من المواطنين الاستفادة من الخدمات الاسكانية والتي مكنت 90% من المواطنين من الانتفاع بمختلف الخيارات التي توفرها ترجمة نانسي قنقر